خلي بالكم حكاية للحوادس دي. ضيف النهاردة هو قمة علمية كبيرة واسم كبير. وهو جراح طبعا مصر كلها بتاسعد بيه. واحنا ناسعد جدا بقبوله دعوتنا. واستاذنا واستاذ جراحة المخوى العصاب لأستاذ دكتور محمد صديقي. هو ايه دي. اهلا بيك ايه النور ده. اهلا بيجي تخترعي. كتير من المشاكل اللي بتجيلكوا حادثة. اه ده كتير. اه. يعني هو الايام دي نسبة الحوادس فعلا زيادة. وفي الحمام السباحة بابا. اه في كل حتة. بس بس كسر العمود الفقر. حمام السباحة ده وارد. اه فترة الصيف بيبقى فيها الحركة كتيرة والسباحة والبسينات والحاجات دي كلها. اصابة ان واحد بينزل بيغبط حتى خبطة المية. اه. مش لازم يغبط في الارض. اه وترس. لو نازل مش مش بتريقة كويسة وحصل الرقبة يعني اصلي انت عارف لازم عشان ينزل. يحصل حالة محناء للرقبة كده عشان يقدر ينزل المية كويس. لو العكس بقى حصل رأسه مفروض كده الورا. فبيحصل خبط خبطة دي تقلبت لورا. تفك الفقرة على الصور. اه. وتكسرها او تشرخها. فبالتالي لو الفقرة تحركت ممكن تسيب العصب وممكن تسيب الشرره بعد. اه. الحقيقة حوادث الطرق دي من الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم فيها وبنقول ان هي زيادة. اه. زيادة علشان التهور بتاع الناس في السواق. زيادة علشان سوق الخدمات اللي على الطرق. والطريقة تلاقي فجأة عربية ناقل طلع عليه ترين اللي طلع عليه جرار زراعي. يعني ومش لان ط طرق الساحل هو الساحل. احنا مركزين معها علشان اللي معظمهم بيقوم المشاهير اللي هما. اه. لسابط اللي يناكفة بيتناولها الاعلام. لكن في كل الطرق بيحصل هذا الكلام. طبعا. 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 ده الحركة. ودي مش كيف. كورنيش اسكندريا لازم الناس يفهم في اسكندريا واللي بروح اسكندريا واهل اسكندريا انه كورنيش اسكندريا ده شارع. احنا. مزدحم. احنا. مش طريق سريع. لا نتبع القانون ولا نتبع قواعد المرور. وما بنعرفش يعني ا اعد من مكان عبور المشاه. ولو جدت قول لحد كده بيقوحك ويجادل معك ويعني كأنك انت من كوكب تاني. مفيش عربية بتعد عربية الاكرباط اللي بتحصل. لا 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 لا. بازم في ثقافة. لا طبعا. بازم في يد من حديد. تضرب على اي حد مخالف. مفيش. طبعا. وبتلاقي اللي جاي عكسي في طريق ماشي كده يعني. لا الولاد المتهورين. او الشباب او اي حد متهور بيسوق بجو اللي هو نظام المتحدة. لا لا شكل كتير. لازم على طول وقف غرز حبس. ما هو فين الكلام? لازم. ما بيحصلش. لازم بسرعة. وده ما بيحصل. ده ضرر وده بيموت. وعلى الكبار الرئيسية في سنة اكتبر وغيره بتلاقيه في فرح. وآآآ شاء الله بزاعة بتشغل متسيكلات. عكس الطريق. وحاجات حاجات موسيقى جدا. والمهم في الاخر ان فيه ضحايا بيقولك هزا الكلام. واحنا عندنا معدلات الاصابة النهاردة في الحوادث بقت علي. الحقيقة. آآآ لكن المشاكلنا العامة بقى في العمود الفقري. منها الحوادث ومنها الغير الحوادث وطبيعة العمل والوزن الزيادة والشغل الكتير. لان العمود الفقري الحقيقة هو شهية الحمال الاسية. يعني احنا في البداية في الانترول الجميل بتاع الحلقة بنتكلم على اني ناس بيجي لها غضريف وتعمل عملات ويرجع لها غضريف تانية. آآآ يعني اللي احنا بنسمي لها غضروف مرتجعة. موضوع كبير جدا ومهم جدا يعني الدخلة بتاعت الموضوع ده دخلة خوية جدا. خلينا نبدأ بالدخلة دي. يعني ايه غضروف مرتجعة? هو الغضروف المرتجع يعني انا جاء لغضروف وتعاملت معايا سواء بالعلاج الدوائي او التدخل الجراحي. ورجع رد علي تاني الاعراض بتاعته. ولو جيت اعمل اشعات وابحاث اجد ان الموضوع آآ في غضروف تاني. يقيمة في نفس المكان. يقيمة في مكان اخر. مهم. وده حاجة خطيرة جدا. يعني احنا دايما منتكلم بنقول وجود الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري ده وارد ان يحصل مع طبيعة العمل والقاعدة المكتبية او الشيل او الحط او آآ ست البيت اللي في البيت اللي هي بتشيل او تبقى واقف في المطبخ طول اليوم وبترفع مرتبة بترفع انتري بترفع كنبة بتشيل كلام تكله بيقدي الى في الاخر ان الغضروف بيمرض والغضروف ده آآ جزء من تركيب العمود الفقري الحي الدقيق جدا الحساس جدا مع كتر الحملة عليه بيبدأ يا تأكل الغضروف هنا بدأنا ندخل في ما يسمى انزلاق غضروفي او اعراض عرق النسا او اعراض بداية الغضروف كل ده في مرحلة بدري اوي يعني ممكن تتعالج والعلاج الدوائي يجيب معنا نتيجة الحزام يجيب معنا النتيجة الراحة العلاج الطبيعي اه الحاجات دي كلها ممكن تساعدنا جدا الموضوع التطور بقى يعني سيبنا الغضروف فترات او بنشتغل شغل تقيل جدا او خبطة او واقعة او مطب او حدسة الغضروف انفجر وخرج برا وضغط على العصر دخلنا في ما يسمى انزلاق غضروفي طيب تمانين في المهم الغضروف اللي غير منفجرة ممكن تتعالج طب لو غضروف منفجر لا ده ملوش غير عملية خلاص بقى الموضوع منتهى لكده طب دخل عمل عملية وبعد العملية الامور تحسنت معاه فترة من الزمن شهر اتنين تلاتة ستشهر بعد كده بدأت الالام ترجع تاني يحس بيها الوجع اللي في الفغد الوجع اللي في الظاهر الوجع اللي بينزل في رجله اه حرقان تنميل خدلان تقل اه النشر شغال بالليل بالنهار الالام دي كلها ممكن نبدأ يحس بيها مع التغيير في كتلة العضلة بتاعت رجله بدأت رجله تخس بدأت رجله ما تشيلوش بدأ يكعبل في السجادة بدأ السلم ما يقدرش يطلع كويس بدأ النزول بتاع السلم يبقى اصعب من الطلوع بتاع السلم كل دي اعراض تقولك ان في مشكلة في العصب والعدم يعمل اشعات نلاقي الغضروف رجع يا اما في نفس المكان يا اما فوقيه او تحتيه طيب ايه ايه الخصة بقى ليه رجع لغضروف دايما للنزولات الغضروف المرتجع اه موضوع كبير جدا وموضوع مؤلم نفسيا لانك انت عشان تحله اول مرة كانت صدمات نفسية وزعل وعيات وحزن ودخل قد عمليات طلعنا من قط العمليات امل بقى ان انا خلاص العمر كله هفضل كان لكن انا رجعت بنفس اللي ان كنت بعمله في الاول الشيء اللي التقيل اللي اعضل غلط كتيرة ركوب العربية والمطبط الفضيع جدا اللي ممكن ياخدها اه اه الوقعة او خبطة او سقوط رأسي تحميل كده على العمود الفقري كل ده ممكن يقدي الى الغضروف رجعتين عشان كده بقى بنرجع للأول هو اللي يخلي الغضروف بيرجعش يعني احنا عملنا عملية مفروض غضروف مايرجعش طب انا عمل عمل ايه واحنا عندنا هنا يعني في مصر وفي العالم العربي مبدأ ان اللي عمل حاجة مرة مش مفروض ترجع عليه تاني يعني هو المرة زي قطعة اتغير انا غيرتها مش مفروض طبوز انا دخلت عملت نزلان غضروفي ماينفعش يجري غضروف تاني لا ينفع انا في الضمان انا في الضمان ينفع يجي غضروف تاني اه ممكن اذا اني يقولك بترجع يقولك ده انا رجيع للغضروف عشان عملية كتغلق يا عم ام مال انت كنت ماشي ازاي لما كانت العملية غلق من الاول الموضوع مش كده خبص الموضوع ان احنا العمود الفقر بتاعنا له قوة وطاقة على الاحتمال انت بتتعداها او بتتخطاها فبتبدأ الاعراض بتاعتنا بتبدأ تزال لما بيجي غضروف ونعالجه من بدري الامور بتتحل لكن لما بنسيبه سنة واثنين وثلاثة الغضروف بقى بيجيب غضروف ويهو غضروف تحتية بقى الغضروف اتنين او ثلاثة تدخلت حل الموضوع شلت غضروف واحد طب ما فيه اتنين عندي بدئين من لو شلت ثلاث غضروف الظهر بقى ضعيفة وفي الجراحة العادية ما كناش بنبدأ يعني الفكرة بتاع تثبيت الفقرات او تركيب وتقوية العمود الفقري تركيب دعمات في الظهر وتقوية العمود الفقري ده فكرة حديث جدا ومش كل الناس الحقيقة ماشي عليه يعني فيه بعض البلاد على مستوى العالم يقولك ما ينفعش نعمل عملية في العمود الفقري سواء تدخلية محدودة ولا عملية كبيرة من غير ما نعمل تثبيت للفقرات او تركيب بديل الغضروف ان انا الشيء الغضروف اركب غضروف بديل او اركب مسامير وشرايح او اركب دعمات او واتفر اللي انا هعمله لازم يبقى فيه نوع من تقوية العمود الفقري لاني لقوا ان الناس اللي عملت عملية وارد بنسبة ستين في المية في اول سنتين يرد الغضروف تاني ودي نسبة كبيرة جدا طيب لما تركب التقوية او الدعمات او الغضروف البديل وجدوا ان هذه النسبة بتقل تماما الى تصل الى خمسة الى عشر في المية يعني خمسة الى عشر في المية ممكن يرد عليهم الغضروف اه في امريكا الاحصائية كم الاحصائية خمسة اشر في المية من كل الجراحات اللي بتتم في العمود الفقري في خلال السنة ممكن ترد تاني الكلام ده موجود في الكتب وموجود اه في المراجع العلمية يعني مش مش بنقوله كده بنحلي بضاع زي ما بيقوله لا خالص في العالم كله هزا الكلام موجود تزيد النسب او تقل على حسب التكنولوجي اللي انت بتستخدمها والريهاب اللي تيشن او التأهيل بتاع المريض بتاع العمود الفقري بعد كده لان مفروض انا بأهله اقوله بعد كده بقى الشيلة التقيلة لا الوزن الزيادة لا العظم الضعيف تعالى نقوي عندك هشاشة تعالى نعالجها في مشاكل في التمثيل الغذائي الغضة الدرقية عندك نشطة السكر ملاخبط الضغط مش عارف ايه الكالسيام ضعيف الفيتامين ده الواطي كل الكلام ده كله لازم بعد العملية لازم نعمل له تصليح علشان نحصل في الاخر على نتيجة لان انا نهارده بعمل عملية وبتعرض العملية وعلى امل ان انا بعد كده خلاص بقى بقى بين فريق او اقل ما يمكن ان الالم يقل لكن لا انا عايز اقوله بقول ان دايما مشاكل عمود الفقري سواء في الرقبة وفي الضهر مواضيع كبيرة ما هي الصغيرة ومفروض ما نستهنش بها ولما المريض بيروح لدكتور او اتنين يقول لا لا العملية بسيطة جدا وده كلمة ونص وبتعدي الامور الحقيقة مش كده يعني عمليات العمود الفقري عمليات معقدة جدا وكبيرة جدا ومشاكلها برضو كتيرة لانك انت بتتعامل مع تركيبات كتيرة ومختلفة وحاجات صعبة يعني لكن في وجود التكنولوجي الحديث والعلم الحديث والخبرة العالية بتاعة الجراح يقدر يقلل من المضاعفات مش يمنعها لان على مستوى العالم في مضاعفات للجراحات موجود يعني فيه بتعامل في امريكا يتعامل في المانيا يتعامل في فرنسا ويبقى داخل ماشى على رجل ويطلع على كورسي بعجل عندهم هزا الكلام مش يقولك اصلا الدكتور اللي مش فاهم اه موجود بس بنقول ايه كل ما بتبقى حريص مع المريض تنتقل المريض بالزبط كويس يعني المريض لو عنده مشاكل ما ينفعش تتحل ما تعملش عملية طب هتسيبه بقلم اه ياخد بقى علاج بقى للقلم بقول لان العملية مش هتقدم خلاص لان العملية في الاخر النتيجة بتاعتها مش هتبقى مرضية له وهو اول واحدة هينتقد الجراح طب عمل العملية ليه ازا كان الالم بينه طيب انا عملت عملية والمريض بقى كويس شهر واتنين وثلاثة خلاص بقى العملية كويس طب حرج رجعت تشيل وتنتع تاني على دهرك وعلى كدفك او متباط او ما بتريحش او قاعدة مكتبية بالعشر ساعات وبالاثناشر ساعة وجايت تشتيكي تاني انك تقول ان انا عندي ألم وارد طبعا ان هيجيلك ألم لان هو الظهر في 25 غضروف في ظهرك زي ما غضروف باز مكن يبو صغيره ودايما احنا لما بنقول الالم العمود الفقري يعني مثلا لو جال غضروف في الرقبة وعليجته لو جال غضروف في فقرة تانية في الرقبة ما هيدي نفس الاعراض اللي هي الواجع اللي في الرقبة في الكتاف والتنميل والخدلان والتقل اللي في الايد ومش قادر امسكه الكوباية ومش قادر امسك المعلقة ومش عارف هلبس الجاكت ومش عارف شاكوة كبيرة جدا يقول لك مش عارف هربط الاشارب بتاعي مش عارف هلبس الترحة بتاعتك مش عارف هتلفز الفستان بتاعي ده كل ده يؤدي الى ايه الى معلومة ان انت عندك مشكلة هنا في العمود الفقر وفي الفقرات طيب النهار ده في حزمة من الاسئلة الاسئلة دي اسئلة جمهور جباشر تمام والجمهور له تايما لغة مختلفة عن اسئلتنا يعني بيحكي ب ممكن يركز على نقطة هي دي اللي في دماغه قوي فاول سؤال بيقول عندي قلم شديد في اسفل الظهر وينتقل الى منتصف الفخد بحس بحركة في المنطقة وفي الاعصاب دي للاعصاب مع الام في الرجبة والكعب اليمين ايه تفسير الحالة دي؟ هو الوجع بدأ معه في الظهر بيقولك وجع في الظهر بدأ ينزل على الفخد وبيسمع في الجنب اليمين بما فيه الرجبة وبيوصل لكعب الرجل هي دي بزبط الصورة بتاعت اللي احنا بنسميهه عرق النسا عرق النسا ده ده تبسيط جدا للكلمة بتاعت انزلات غضروفي يعني انا عندي غضروف في الفقرات القطنية والعجزية غالبا الغضروف اللي بيسمع من الهنش كده من الفخد وبياخد جانب الرجل وبينزل لتحت ده بيبقى ما بين الفقر الرابع والخامسة والخامسة والعجزية الاولى وعلى حسب بقى هو وصل لحد فين وصل لحد فين هل وصل فوق الكعب الرجل ولا وصل للكعب ولا وصل لأطراب هنا هنشوف في الرسم الموجود ده يعني ايه كلمة عرق النسا هو ده القلم بقى بتاعه بيبقى نار يعني يقولك لهبة في ظهري حاسة بنار بتلسع تنزل تاخده الظهر وتسمع في الرجل الرجل ده ليه بتنزل في الرجل لان ده مصر العصب طب فيه ناس يجي لها غضروف والواجه ينزل في الرجل وما يجيش في الظهر بيبقى الظهر مفيش فيه اي مشكلة بس العصب اللي نازل لان ده بيقى غضروف جانبي اكتر العصب اللي نازل هو اللي بيسمع في الرجل ده بنسميه انزلها غضروف لان الغضروف ازاي ما احنا شايفينه اللي هو لونه اخضر ده الغضروف عامل زي السفنجة كده عامل زي الوسادة اشيل تقيل واحدة ست شايل عيالها او ابنها طول اليوم وخلي بالك الشيلة ساعات بتبقى خطأ او ساعات ممكن ام بيجنة كتير جدا ام اللي بتردع ونام على جنب وشايل عيل على ايد والعمود الفقري معوخ بتلاقيها جاية معوخة باخدر نفس الوضع كده معوخة بأز الشكل قاعدة الكمبيوتر الكتيرة قاعدة الموبايل الغلط اللي هي بقت مشاكلة كتيرة جدا دلوقتي اه المجهود بقى الاوفر يبدأ الالام بتاعتنا تمسك في العمود الفقري اسفل العمود الفقري ممكن القلم بقى في الظهر على قد العضلات يحصل واجع كده خفيف لكن نحس بالنار والكهرباء والتنميل والخدالين في الرجل ليه؟ لان العصب بدأ يندغط لو انضغط العصب اللي نازل ده اللي احنا بنسميه انزلاغ غضروفي طيب لو القلم على قد قلم اسفل الظهر عادة بنلاقى الغضروف هنا صغير ولم ينفجر وبيبقى غضروف وسطي في النص مش ضارب شمال او يمين لكن معظم اللي بينزل على الرجل بيبقى غالبا شمال اكتر وبتصحبه بقى لما بنيجي نعمل فحوصات واشاعات تلاقي اشعة زي كده يعني المريض ده مريض بيشتكي من قلم في رجله رهيب جدا برغم ان عنده لما بنيجي نشوف الاشعة فيه فقرة مكسورة ومنقولة يعني الفقرة الرابعة والخمسة متزحزحة من مكانها ودي درجة اللي احنا بنسميها درجة الخمسة من الانزلاغ الغضروفي لان الغضروف اربع درجات والدرجة الخمسة بتاعته بنتكلم في الحركة في الفقرة الفقرة بدأت تتحرك الزحزحة والزحزحة في حد ذاتها اربع درجات برضو يعني لما نيجي نقسمها كده الدرجة اولة او تانية او تالتة كل درجة بسنتي من الحركة هنا اللي بيبقى الفقرات بقى هنا شوف التزحزح في الفقرة التالتة والرابعة والخمسة والعجازية الاولى عندي اربع فقرات متزحزحين ده طبعا ما بيحصلش كده فجأة ده ممكن واحد وقع او تخبط او بتاعه وكمل مشي واشتغل وبيكمل حياته بشكل طبيعي جدا وبيهري نفسه مسكنات ده فيه ناس بتاخد كمية من المسكنات لتصل لدرجة الادمان وبيجروا بياخدوا المخدرات عشان كده بقت فيه ادوية كتيرة بتدخل في جدوة لانه شوف الغضروف قفلت القناة العصبية ومش كده وبس الغضروف لما خرج العدم بقى على العدم فالعدم بيأكل في العدم عمل زي الخراج جوة الفقرة يعني شوفها تلاقي جوة العمود الفقر الفقرات في جزء بقى اسود كده انت مش عارف ما فيش ملامح هنا للعدم فاللي موجود ده ايه بقى حصل تآكل اللي بنسميه سبوندولو ديسكايتس الغضروف خرج وبدأ العدم يأكل في بعضه فبقى هنا فيه التهاب فمجرد ما شلت الغضروف بس انت محلتش مشكلة الفقرات دي لازم تتسبت ولو ما تسبتتش المشكلة بعد العملية بتبقى أصعب ده غضروف والترك يعني غضروف واحد عنده غضروف وسابه سنة واثنين وثلاثة وكان مريض سكر عشان كدام بيقول لما يبقى عندك مريض سكر والسكر بتاعهم لخمض ما تسبش الغضروف اللي عنده لأنه حول المنطقة إلى خراج بقى تخراج تآكل في العدم نفسه ده التهاب في العدم الفقرة كلها اختفت الفقرة خمسة وجزء من الفقرة العجزية اختفى بقى تلمنطقة دي كلها فيها سطيت فيها بص لما نجي نهينا في العملية بقى بتبقى موضوع صعب جدا تصل للمرحان أنا محتاج إن أنا شيل جسم الفقرة ده واركب عضم ومرة أدخل من البطن من الأدام واركب شراح ومسامير أمامية وارجع من وراء وأعمل تثبيت خلفه ودعمات خلفية يعني أنا عايز أوري الصورة دي أقول لك إن الإهمال يؤدي إلى مصيبة كبيرة يعني الأمور ممكن تبقى سهلة في الأول وعلاجها سهل وبسيط زي ما نقول إحنا عندنا فيها حالات بيبقى الغدروف بتاعها العلاج يجيبه طب ما جابهوش العلاج ممكن أدخل بعملية بسيطة جدا بمنزار تدخلي بسيط جدا وادخل واشير الغدروف يعني هنا غدروفين والفقرات بدأت تتزحزح ما هو الغدروف اللي مسك الفقرة الغدروف ده لما بيتآكل الفقرة بتبقى سايبة ده يسمع بقى يضغط على العصب يبدأ الألم بقى في الظهر ينزل الألم على الفقر ينزل في الرجل أحس بنار أحس بتنميل أحس بخدلان والموضوع بيزيد مع الوقت يعني في واحد يجي يقولك أنا رجلية بجر فيها زي ما يكون بجر في شوى الرمل بالنص كده تقيلة ومش حاسبي ده الشبشب بيتخلع من رجلي ده البول بدأ يسيب مني ويسبقني وخاصة في السيدات ده وصل لمرحلة صعبة ما دي بقى اسمها مرحلة المضعفات بقى يعني انت في الأول مرحلة الأعراض يعني هنا غضروف فقرة مكسورة متزحزحة من مكانها منقولة يعني عمود سايب طب ده إنسان وماشي ما دي عشاعت بني آدم وماشي على رجله طب إزاي وصل لهذه المرحلة يعني السؤال دايما هو ليس بنفسه لكده الكلام ده مش هتشوفه بره يعني ده بنشوفه عندنا في مصر بنشوفه في العالم العربي بتشوفه في الخليج بتشوفه في السودان بتشوفه في اليمن بتشوف الليبي بنشوف ده طب ليه بره الناس ما تبقاش كتر بكير آه طبعا لإنه هو مجرد ما بيشعر بالقلم بيبدأ يدور على الأول ما يجريش بقى يقول لك لازم يعمل الأول الحجامة ويرجع يكوب النار ويرجع يتعمل حلق في هدانه ويرجع يتعمل له حدي دي لسه موجودة موجودة وموجودة بكترة يعني ده بالعكس ده لو العيان ساعات ما مرش على الحاجات دي يبقى ما تعليكش يا خبير حلق يعني أنا ممكن أشوفه أحد مركب حلق هنا وجاي لك بقى من إيه من محافظة الفيوم من محافظة بنسويف من المينيا سعيد جدا يقول لك وانا عملت الحلق وما جاي بش من الحلق ده إيه حتة إبرام صدية كده وتتركف وللحد ما تعمل ده جنان ده دياما ناس جنب خارج في المخ بسبب الكلام ده أه ولا اللي بيكوب النار ولا اللي بيتشد آه إيد ورجل آه عند عم سيد وعم إبراهيم والرجل متاعها مش عارف إيه إيه الهبل ده والعصايا اللي بتمشى عالظهر عشان تصلح طبعا كلام يعني يتنافى مع العلم وفيه أقول الحقيقة لن تقبل العلم وهي عايشة في الجهل ده يعني مش هنعرف نقشه وفيه ناس بنقول لهم لا يعني الموضوع ممكن يتحل بس ندور على الحلول المزبوطة يعني أنا مش كنت أخيل إن فيه حد في العالم كله في 2019 أين كان درجة تعليمه يروح يعمل كوي أو يروح يعمل هو مش موجودة في العالم إلا في البلاد اللي زينا يعني تلاقيها مثلا في إفريقيا في وسط إفريقيا تلاقيها مثلا في جنوب السودان أو في السودان وتلاقيها في بعض البلاد في الهند يعني دي حاجات ترديشنز كده قديمة جدا مع إن العلم متقدم قوي وممكن يحل الموضوع عندي بقى هنا برضو يعني كيس أو حالة مهمة جدا حد بعد بيقول إنه والدته حصل عندها كس في فخدها تم إجراء عملية وضعوا لها نسيج ومن ستة أشهر بدأت تمشي لكن عندها وجع في المكان ده والشؤال طبعا هي عمرها سبعة وستين سنة إيه اللي حصل ليه في وجع هيفضل ولا ممكن يختفي بعد كده هو لو فيه كسر يبقى ده طبعا بيروح لدكتور العظام يتطمن على رجله الكسر ده يشكله كسر بسيط كسر مضاعف ده محتاج تدخل جراحة عملية تثبيت بشرائحه مصامير أو بيركبه جوه العدمة بتاعة الفخد كده سيخ يمسك الفقرة العدمة لكن كتير جدا من الناس بش بتبقى القضية هنا بس يعني الواقعة أو الخبطة دي بتأثر في العمود الفقري فلازم إحنا هنا بندور زي ما بنبص على الفخد اللي هو ويرم وده اللي ظاهره قدامه لازم يعمل أشعات على العمود الفقري يبدأ بالأشعات العادية اللي هي الأمامي خلفه الجانبي أو في وضع بنعمل حاجة اسمها أشع حركية كمان نخليه وطي يعني في وضع الركوع كده وفي وضع إنه يبقى فرد دهره ونصور لو الفقرة متحركة نبدأ نعمل أشعات رانين مغناطيسة أو أشع مقطعية ثلاثية الأبعاد هتبين الموضوع بالضبط السؤال اللي جايت بقى كلاسيكي قوي بيقول واحد راجل إنه عنده انزلاق في الفقرة الرابعة وكمان عنده انزلاق في التالتة والخمسة بس الرابعة اللي بدأت الأول ذهب إلى دكتور قال الدكتور على حد تعبيره لازم لك جراح بيقول إنه لما عمله فحص عصبي لقى كويس لكن فيه تقلم فيه كثير من الأحيان وخصوصا في أسفل الدهر هو عمل الأشعات لقى إنه فيه عنده غضروف وإحنا زي ما اتفقنا إنه احنا بنقول لغضروف مش كل غضروف هاتتعالج لكن فيه صفات معينة مش التعالج بجراح فيه صفات لازم نيتعالج الأول دوائيا وفيه ناس العلاج الدوائي مش يجيب معاه نتيجة على طول طيب هو مين اللي العلاج الدوائي مش يجيب معاه نتيجة يعني لو واحد عنده غضروف منفاجر مش يجيب معاه نتيجة لو واحد معاه ضيق شديد مع غضروف ضيق في القناة العصبية مع غضروف مش يجيب نتيجة لو واحد عنده كسر في العمود الفقري أو شرخ سواء درجة أولى أو تانية أو واتفر مش هيجيب معاه نتيجة لو واحد عنده غضروف ودخل فيه مضاعفات زي تسايب البول أو سقوط في القدم أو فقدان الإحساس كلام ده كله برضو العلاج الدوائي مش يجيب معاه نتيجة هنا على طول خلاص يعني لازم أفكر في التدخل للجراح والحقيقة الجراحات متقدمة جدا يعني احنا معانا في الفيديوهات اللي ياريت نشوفها الجراحات بقت دقيقة جدا يعني أنت الغضروف النهاردة مش هيجي بالعلاج لكن ممكن التدخل جراحيا بطريقة بسيطة جدا فيه تدخلات من سماية تدخلات محدودة يعني فيه تدخلات محدودة محدود يعني إيه؟ أنا مش محتاج جرح كبير ومش محتاج آلات كتيرة ومش محتاج أي حاج أنا مجرد أدخل بشوف العمود الفقري وأنا حددت بالأشعة والرنين المغناطيس والأشعات اللي معايا فين الغضروف فين المشكلة أنا بدخل من خلال فتحة صغيرة جدا ها؟ يعني سنتي أو اتنين سنتي ما بين الفقرتين وبعض ها؟ بلاقي الغضروف قدامي على طول أبدأ أشيل الغضروف أفك الأعصاب دي حزمة الأعصاب مضغوطة لإني فيه غضروف ضغطة طب مجرد ما أنت شيلت ده ده تدخل محدود بقى ومش محتاج أشيل الغضروف كله أنا بشيل الجزء البرز من الغضروف طب الغضروف لو أنت شلته اتحلت المشكلة لألم موجود طب لو هو معاه كسر أو شرخ العملية دي بقى للكسر أو الشرخ يعني فيه فقرة منقولة متحركة من مكانها اتفقنا أن الغضروف لو شلته ما اتحلتش مشكلة ده بالعكس هتزيد لما نيجي نبص بقى هنا العملية بتبقى فاقي دي ما تسمى حاجة اسمها دعامات الدعامات دي من المادة من اسمها تايتينيوم بتحت في غرفة العمليات بينج كلي جرح برضو صغير يعني كل فقرة أنا محتاج حوالي 2 سنتي لو أنا عندي فقرتين بقى جرح 4 سنتي بدخل تحت جهاز الأشعة أبدأ أركب وسبت الدعامات بتاعتي وأبدأ أعمل لهم وصلة شايف الفقرة سقطة ومكسورة إزاي الفقرة دي أنا هرجعها لورا أنا لما بعمل كده بيبقى عامل زي نظام يعني فكرة البريج أو الكبر إن أنت بتسحبها ترفعها من مكان ساعة كتير جدا ترجع الفقرة معايا في بعض الأحيان ما بترجعش الفقرة بتبقى ثبتت على كده لو الوقت بقى له موضة طويلة فنممكن أثبت على وضعه بس في نفس الوقت لازم أعمل حاجة تانية بقى أدخل على العصب أعمل حاجة اسمها توسيع للقناة العصبية وأمشي مع مصار العصب لحد ما يخرج من منطقة الحوض أمشي مع مصار العصب أو أسع له يبقى هنا العملية في أربع حاجات بشيل الغضروف بعمل دعمات وتثبيت للفقرات بوسع القناة العصبية بسلك العصب اللي أنا ماشي معاه اللي هو كان متأثر ومضغوط عليه كده المريك بيخرج بفضل الله كويس بيقعد معنا في المستشفى هو يوم واحد وتاني يوم بيخرج من المستشفى ممكن بعد أسبوعين بيمارس حياته بشكل طبيعي جدا على سعيتي جدا النهار ده بالاستماع بك كالعادة ويعني بتبدأ في حوار علمي دقيق مسترسل مليء بالمعلومات اللي يعني بتنفرد ب اسلوب رائع جدا في الانتقال من معلومة المعلومة من منطقة المنطقة بسلاسة وبساطة شديدة بتسير العجال نورتنا وشرف كميلينا هزيز شكرا الجراح القدير وأستاذنا في هذا المجال لايف العزيز بستاذ دكتور محمد صديق وادي أستاذ وجراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلق المضروفي الأستاذ بكل الطب أسرعيني جماعة القارئة وعضو جمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري كان يضايب فيه واحدة من أهم حلقاتنا كالعادة العمود الفقري بكل تفاصيله بغضريفه وفقراته وحبله الشوكي وأعصابه الهم جدا هو بلا شك مهم جدا وآلامه أعتقد أنها مأساة كبيرة بغي أن تضع بالحسبان لك دايما معنا سلام ترجمة نانسي قنقر